هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى الخسائر المادية في ميدان تربية الدجاج ومنها الأمراض والعدوى انتشار الأمراض بين الدجاج يمكن أن يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة التغذية السيئة عدم تقديم تغذية متوازنة وصحية للدجاج يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتاجية وزيادة نسبة النفوق الإدارة غير الجيدة سوء إدارة المزرعة مثل عدم توفير ظروف بيئية مناسبة، درجة الحرارة، التهوية، الإضاءة يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الدجاج وإنتاجيته التكلفة العالية للأعلاف ارتفاع تكلفة الأعلاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل هامش الربح التقلبات في أسعار السوق تغيرات الأسعار في السوق يمكن أن تؤثر على الربحية خاصة إذا انخفضت أسعار بيع الدجاج أو البيض بشكل كبير عدم التخطيط الجيد نقص التخطيط المالي والإداري يمكن أن يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وفشل المشروع سرقة أو هجوم الحيوانات المفترسة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الدجاج وزيادة التكاليف لتعويض الخسائر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الجفاف يمكن أن تدمر البنية التحتية وتؤدي إلى نفوق الدجاج نقص الخبرة والمعرفة عدم الخبرة في تربية الدجاج وإدارة المزرعة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على الإنتاجية من المهم اتخاذ تدابير وقائية وإدارة جيدة للمزرعة لتقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح للحفاظ على استقرار تربية الدجاج يمكن اتباع الخطوات التالية التغذية المتوازنة تقديم غذاء متوازن ومغذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو وصحة الدجاج الرعاية الصحية ضمان التطعيمات الدورية والفحوصات البيطرية للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها الإدارة البيئية توفير ظروف بيئية مناسبة مثل درجة الحرارة، التهوية والإضاءة الملائمة لضمان راحة الدجاج التنظيف والصيانة الحفاظ على نظافة الحظائر وتغيير الفرشة بانتظام لتجنب انتشار الأمراض والطفيليات التخطيط المالي إعداد خطة مالية محكمة تشمل تقديرات التكاليف والإرادات لضمان استدامة المشروع التدريب المستمر الحصول على التدريب والمعلومات اللازمة حول أفضل ممارسات تربية الدجاج والإدارة الزراعية تنويع الإنتاج محاولة تنويع مصادر الدخل مثل بيع البيض، الدجاج الحي أو المنتجات الثانوية لتقليل المخاطر مراقبة السوق متابعة أسعار السوق والطلب لضبط الإنتاج وفقاً للعرض والطلب البنية التحتية الجيدة الاستثمار في بنية تحتية جيدة تشمل حظائر قوية ومجهزة ونظام مياه وصرف صحي فعال إدارة الموارد البشرية توظيف عمالة مدربة وموثوقة وإعطائهم التدريب اللازم للحفاظ على جودة الرعاية والإنتاج التأمين النظر في خيارات التأمين ضد المخاطر مثل الأمراض والكوارث الطبيعية لحماية الاستثمار الابتكار والتكنولوجيات استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة وإدارة المزرعة مثل الأنظمة الذكية لمراقبة الحالة الصحية للدجاج وتحسين الإنتاجية